بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقع من بقاع الدنيا أهلا بكل جمهور النادي الأهلي الكبير استعدادات بالتأكيد مهمة جدا للنادي الأهلي خلال الفترة الحالية الأهلي مقبل على مباراة الجولة الختامية في مباراة المجموعة الأولى لدور أبطال إفريقيا مباراة سيمبة التنزاني يوم الجمعة القادم بعد جد إن شاء الله على استاد الأهلي وي السلام ساعة التاسعة بتوقيت القاهرة مباراة بالتأكيد هيكون فيها دوافع جديدة هيكون فيها استعداد مختلف بالنسبة للمرحلة الماضية أيضا كمان هيكون فيه تحضير جيد جدا بالنسبة لمباراة سيمبة خاصة إن الفريق بيسعى لختام دور المجموعة بشكل قوي قبل الاستعداد لدور الثمانية الذي سينطلق منتصف شهر مايو القادم حالة فيها تفاصيل وفيها كواليس وفيها معلومات مهمة جدا وأيضا نلقى الدوق على آخر الاستعدادات وتدريب اليوم هو التدريب الأساسي والرئيسي قبل الدخول في معسكر مغلق غدا استعدادا لمباراة يوم الجمعة القادم نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم سؤال حلقة اليوم بالتأكيد من خلال متابعتكم لتدريبات الأهلي يعني أفضل تشكيل للأهلي في مباراة تسيمبة التنزيني يوم الجمعة القادم تقدر تشاركوا معنا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة هنستعرض أكبر قدر من الأراء ومشاركات الجمهور على السؤال اللي طرحناه أفضل تشكيل ممكن يلعب به الأهلي مباراة تسيمبة التنزيني طيب نبدأ بأهم العناوين والنهاردة عندنا عناوين مختلفة في برنامج التريند في تريند الأهلي الفريق يواصل استعداداته لمواجهة سيمبة وفي التريند المحلي شائعات حول موعد وحكام مباراة القمة وفي التريند العالمي ليفربول يدين العنصرية بعد وقعة ريال مادريد استعرض مباراة اليوم النهاردة في مجموعة من المباراة أبرزها طبعا بالتأكيد استكمال باقي مباراة دور السمانية في دور أبطال أوروبا بالأمس كان في مباراتين والنهاردة أيضا في مباراتين مباراتين اليوم الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة بورتوهاي صديفة شيلسي ومبارات القمة بين باير نيميونيخ مع باريس سان جرمان مباراة كبيرة وقوية جدا ومصيرة لا تقل أهمية عن مباراة الأمس اللي كانت ما بين ريال مادريد مع الفربول واللي انتهت بفوز ريال مادريد بثلاثة أهداف مقابل هدف مباراة اليوم في الدور المصري واستكمال مباراة الجولة الثمانتاشر الجونة لعب مع طلاق الجيش المباراة وقيمت الساعة ثلاثة على أستاذ خالد بشارة في الجونة وانتهت بفوز طلاق الجيش بأربعة أهداف مقابل لاشئ نتيجة كبيرة وعريضة للجيش خارج أرضه على فريق الجونة الساعة السابعة من مساء اليوم وادي دجلة هيستضيف البنك الأهلي والساعة التسعة ديربي منطقة القناة الإسماعيلي هيستضيف فريق المصري لكن في مباراة الدوريات الأوروبية النهاردة استكمال مباراة الدوري الإيطالي في مباراة مؤجلة من الأسبوع التالت ما بين يوفينتوس ونابولي هتتلاعب الساعة سبعة إلى ربع وفي نفس التوقيت مباراة مؤجلة من الأسبوع التمانية وعشرين ما بين انتر ميلا مع ساسولو في الدوري الأسباني النهاردة في مباراة مؤجلة في الأسبوع التسعة وعشرين ما بين ريال سوسيداد مع أتليتكو بلباو المباراة تقام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وطبعا كلنا عارفين الدوري الأسباني خلاص دخل في مراحل حاسمة أتليتكو مادريد يعني أضع أو أضع نقاط عديدة خلال الفترة الأخيرة فم نفسها قوية مع ريال مادريد ومع برشلونة وفي مباراة الديربي ومباراة الكلاسيكوي يوم السبت القادم ريال مادريد مع برشلونة بالتأكيد هتكون فارقة وحاسمة في مسألة من سينافس أتليتكو مادريد في المباراة المتبقية في الدوري الأسباني أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل عندنا تفاصيل أكتر في فقر التريند التريند وعناوين وأخبار مهمة جدا بالنسبة للمرحلة القادمة سواء محليا أو حتى إفريقيا أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد وفقر التريند التريند تريند التريند النهاردة عندي مجموعة من الأخبار والمعلومات اللي بتخص الفريق الأول لكرة القادمة بالنادي الأهلي سواء اجتماعيا أو حتى فنيا في استعدادا لمباراة تسبة أولا اجتماعيا النهاردة كان فيه زيارة مهمة جدا للكابتن سير عبدالحفيز ومدير الكرة في النادي الأهلي وعدد من نجوم الفريق كابتن محمد الشناوي كابتن الفريق سعد سمير أيمن أشرف ومحمد مجدي أفشا النهاردة توجهوا في زيارة زهر اليوم إلى مستشفى الناس لعلاج الأطفال وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي والخدمي الذي يقوم به النادي الأهلي على مدار التاريخ كان في استقبال وفد فريق النادي الأهلي اللي ترأسه الكابتن سيد عبدالحفيز مدير الكرة الدكتورة أنيسة حسونة الرئيس التنفيذي للمستشفى والدكتور محمد فرغلي المدير العام لمؤسسة الجود ومحمود البربري مدير المستشفى وهالا بيزيد مدير الشركات المؤسسية أولا طبعا الجولة التفاقضية اللي قام بيها نجوم الفريق الأول هو جاي في إطار الدور المجتمعي اللي بتقوم به مؤسسة النادي الأهلي الرياضية زي ما كلنا عارفين النادي الأهلي دائما وأبدا كمؤسسة رياضية بيحاول قدر إمكاني يكون له دور مجتمعي في المجتمع المصري والرياضيين تحديدا أو لعب الكرة بيبقى لهم تأثير إيجابي وتأثير معنوي على المجتمع المصري بشكل كبير لعل أبرزهم بالتأكيد نجوم النادي الأهلي والنادي الأهلي على مضارب التاريخ كان دايما بيقوم بهذا الدور مع جميع الحالات ومع جميع المستشفيات اللي بتسعى للتقارب مع الرياضيين عشان يقوموا بدورهم المجتمعي مع المصابين أو مع الأطفال أو في أمثلة كثيرة جدا الواحد تعايش فيها خلال السنوات الأخيرة وشاف الدور المجتمعي اللي بيقوم به جهاز الفريل أول أو حتى مجلس إدارة النادي الأهلي في العديد من الزيارات اللي قام بيها في العديد من المستشفيات خلال الفترة السابقة نتمنى يا رب للمستشفى تقوم بدورها الفترة الجاية على أكمل وجه زي ما بتقوم به خلال الفترة الحالية ودائما وأبدا نجوم النادي الأهلي تحت أمر المجتمع المصري في أي دور يقدروا يقوموا به خلال الفترة اللي جاية لأنه كنا في النهاية كلنا في نسيج واحد وهو نسيج المجتمع المصري والدولة المصرية طيب حاجة تانية متعلقة بقى باستعدادة الاهلي لمباراة سيمبا التنزيل نهاردة كلنا عارفين النهاردة الأربع قبل المباراة بـ 48 ساعة تبقى لبروتوكول الاتحاد الإفريقي في الإجراءات الاحترازية بخصوص كوفيد-19 فيروس كورونا طبعا لازم تعمل النهاردة المسحة الطبية قبل موعد المباراة بـ 48 ساعة والفعل قدامكم على الشاشة اللقطات الخاصة والحصرية على شاشة قناة النادي الأهل لإجراء الجهاز الفن واللاعبين مسحة كورونا قبل موعد المباراة بـ 48 ساعة إجراء احترازي تبقى للبروتوكول اللي وضعوا الاتحاد الإفريقي من خلال لجنة الطبية وبيتم قبل كل المباراة الإفريقية بـ 48 ساعة قبل كل مباراة قدامنا طبعا عدد من أفراد الجهاز الفني الكابتن سرد الحفيز طبعا بقى يعني آيكونة الكورونا بالنسبة لنا في إجراء المسحة جونيور أجايي يعني بتبقى معاناة بالنسبة له عدد من المساحات يعني الفترة اللي اتعامل فيها رابي التستي كانت بالنسبة لجونيور أجايي كانت من أفضل الفترات لكن طبعا في بروتوكول الكورونا بالنسبة للكاف والاتحاد الإفريقي لازم مسحة طبية فبتبقى فيه معاناة نصر ماهر كمان إن شاء الله بإذن الله يكون ليه دور في الفترة القادمة بعد العودة من الإصابة ولعله وعسى إن شاء الله يكون فيه استفادة من قدراته في مباراة سينبا التنزاني أيضا كمان مصطفى شبير الحارس الصاعد موجود مع محمد الشناوي وعلي لطفي كل اللاعبين إن شاء الله يكونوا جاهزين بالنسبة للمرحلة القادمة وهذه اللقاطات الخاصة من إجراء مسحة الكورونا اللي اتعاملت النهاردة بالمناسبة تبقى للبروتوكول لازم نتيجة المسحة تظهر قبل تحرك الفريق لملعب المباراة بساعتين تبقى للبروتوكول لكن طبعا ممكن بكرة إن شاء الله تكوني نتيجة طرقات يوم الخميس لكن الحد الأقصى تبقى للبروتوكول عشان نتيجة تكون ظهرت لازم تطلع قبل تحرك الفريق لملعب المباراة بساعتين مش قبل معاد المباراة بساعتين لا قبل التحرك لملعب المباراة بساعتين وأنا عارف الفترة الأخيرة في المباراة الإفريقية كان فيه مشاكل كثيرة في هذا الأمر لكن من الفترة اللي جاية طبقا لقرار المكتب التنفيذي في الاتحاد الإفريقي هيكون فيه اتصال مع جهات مستقلة بتعمل مع منظمة الصحة العالمية عشان تكون هي المنوطة بإجراء اختبار كورونا لكل المنتخبات والأندية في المسابقات الإفريقية منعا لأي تلاعب أو أي أزمات ومشاكل أسيرت بسبب الأحداث الأخيرة في عدد من المباراة الإفريقية طيب فريق سيمبا التنزاني طبعا هيأخذ هذه المباراة وهو متصدر المجموعة ب13 نقطة ففريق سيمبا كان ليه رحلة خاصة خلال اليومين اللي فاتوا ومن خلال الموقع الرسمي لسيمبا التنزاني أعلنوا عن رحلة الصفر بالنسبة للفريق الفريق سافر بالأمس في آخر اليوم أو في بعد المغرب مباشرة يمكن الفريق توجه من خلال رحلة خاصة إلى دبي كانت رحلة طيران استمرت حوالي 8 ساعات ثم الفريق كان موجود في مطار دبي ترانزيت حوالي 4 ساعات ثم استقلت طائرة مرة أخرى من دبي إلى القاهرة ليصل اليوم في حوالي الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة سيمبا التنزاني هيكون فيه تدريب مساء اليوم استشفائي بالنسبة لكل اللاعبين وغدا هيكون التدريب الرئيسي والأساسي لسيمبا التنزاني على استاد الأهل والسلام استعدادا لمواجهة الأهل قدامكم على الشاشة بعض الصور واللقطات لفريق سيمبا التنزاني من مغادرته من دار السلام في تنزانيا رحلة الصفر بيتخلالها ترانزيت في دبي وطبعا كلنا عارفين أن بعض الدول الإفريقية بيكون الأفضل لها رحلة الصفر تكون إلى دبي ومن دبي إلى القاهرة نتيجة مثلا رحلات الطيران خاصة لو مش رحلة خاصة دي لقطات لفريق سيمبا التنزاني النهاردة فور الوصول إلى القاهرة وطبعا هيكونوا مقيمين في إحدى فنادق مصر الجديدة القريبة من ملعب الأهل والسلام هيكون فيه تدريب مسائل اليوم وبقرى إن شاء الله بإذن الله هيكون فيه تدريب رئيسي على ملعب الأهل والسلام وهيتحدد موعد المؤتمر الصحفي لكل الفريقين اليوم عشان بقرى المؤتمر يكون متاح لكل وسائل إعلام قبل المباراة بـ 24 ساعة ده بالنسبة لفريق سيمبا التنزاني والمسحة الطبية لكن فريق نادي الأهل الأهل إزاي بيستعد لمباراة سيمبا التنزاني إيه الدوافع اللي ممكن بيت سمو سيماني يخلقها في هذه المباراة عشان تقدر تأدي مباراة كبيرة دائما وأبدا كل مباراة الأهل مع سيمبا في دار السلام سيمبا بيقدر يكسب حتى لو بهدف مقابل لشيء لكن لما بتكون فيه مباراة عودة في القاهرة الأهل بيعمل سكورو بيعمل نتيجة كبيرة هل ده ممكن يتقرر في مباراة الجمعة؟ الأهل بيستعد إزاي؟ كل هذه التفاصيل بالتأكيد هتكون من خلال زمننا مينة ماهر مراسل قناة النادي الأهل الموجود حاليا في مقر النادي الأهل في الجزيرة بيتابع تدريبات فريق النادي الأهل والمران الرئيسي قبل مباراة سيمبا بـ 48 ساعة مساء الخير يا مينة تحياتي ليك محمد وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعة قناة النادي الأهل في كل مكان بالفعل يعني بدأ التدريب النادي الأهل منذ حوالي ساعة استعدادا لمباراة سيمبا التنزاني لتحدد مكان الملعة وخلاص كان فيه كلام في الأول أنه يكون على سيد القهرة ولكن خلاص بالتأكيد يوم الجمعة الساعة 9 مساء على أستاذ الأهل والسلام يمكن كمان هيكون الحكم الجزائري مصطفى غربال هو الحكم للمباراة يعني لو عايزين نتكلم عن التدريبات يمكن في البداية كان فيه مسحة طبية طبعا إزاي معروف البروتوكول الرسمي للاتحاد الأفريقي مسحة قبل المباراة بـ 42 ساعة إن شاء الله غدا هتقع على نتيجة المسحة وإن شاء الله تكون نتيجتها سلبية لجميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري لو نتكلم بقى عن التدريبات في البداية كان مستر بيتسو مسماني عمل جلسة فنية ما بينه بين اللاعبين يعني عاد حوالي 30 دي أتكلم فيها عن إيجابيات وسلبيات المباراة الأخيرة زي ما كلنا عارفين أن يعني نادي الأهلي حسم التأهل في المباراة السابقة أمام فريق المريخ السوداني قدر نادي الأهلي متعادل مع فريق المريخ السودان ما تيجت هدفين لكل فريق كان بيكلم مستر بيتسو مسماني عن الإجابيات والسلبيات كمان الاخطاء وبالخص الاخطاء الدفاعية اللي كنا شايفنا في المباراة يعني مش متعودين احنا بنشوف نادي الاهلي في بعض الاخطاء الدفاعية كان بيتكلم فيها مستر بيتسو مسماني ويركز تركيز كبير جدا على الاخطاء الدفاعية كمان كان بيتكلم عن اهمية المباراة القادمة يعني احنا عارفين نقول مباراة تحصيل حاصة ولكن المباراة مهمة جدا لان بعد المباراة دي هيكون فيه دوامة من المباريات ان شاء الله النادي الاهلي بيستعد ليه عندنا دوري مصري عندنا كأس مصر عندنا أيضا دور التمانية من دوري أبطال أفريقيا فالمباراة دي هنكون زي يعني إعادة الترتبات مرة أخرى كمان كنت بتكلم مع ميشيل يانكو مدرب حراس المرمى قبل التدريب كنت بتكلم مع أنه فيه إمكانية نقدر نشوف يعني بديل لكابت محمد شناوي نقدر نشوف فيه المباراة قادمة كنت بيقول إن المباراة الجاية وارد فيها جميع الأشياء وارد فيها أن يكون فيه تبديلات فيه بعض المراكز وأيضا فيه مركز حراسة المرمى تمام طيب مينا كمان عايز أسألك على الصفوف النهاردة التأسيمة لصفوف مكتملة هل ممكن من خلال متابعتك قد يكون هناك تغييرات في التشكيلة الأساسية في مباراة سيمبا الدفع بعناصر لا يتشارك في فترات سابقة ممكن تبدأ هذه المباراة بنتكلم مثلا عن صلاح محصن بنتكلم عن أكرم توفي بنتكلم على ناصر ماهر أنت قلت لك جزئية حراسة المرمى وميشيل ينكون قال لك كل الاحتمالات واردة ممكن يلعب الشناو وممكن يلعب بعلي لطفي طبعا كل الاحتمالات واردة الأهم حاجة أن التلات حراسة جاهزين أيضا كمان مع مصطفى شبير لكن هي الجزئية الصفوف مكتملة بالتأسيمة ممكن يكون فيه تعديلات في التشكيلة في مباراة الجمعة الحقيقة النهاردة بالفعل كانت الصفوف مكتملة للفريق النادي الآلي كان في تأسيمة وضع تركيز كبير جدا من ميستر بيتسو من سماني على البودلاء زي ما أنت بتقول فيه احتماليا نحن إن شاء الله هنلاقي يعني بعض من اللاعبين اللي بيكونوا الفترة فاتت على الدكة نشوفهم في الملعب يعني ميستر بيتسو من سماني بيحاول يجرب أكتر من طريقة لعب خصوصا دي مباراة أمام فريق قوي وفريق عنيد متصدر المجموعة وأيضا مباراة يعني نقول عليها بروفة دي الفترة القادمة النهاردة تدريب أو التأسيمة بدأت بتأسيمة من نصف الملعب بعد كده كان فيه تأسيمة بطول الملعب نقول شبه مباراة كان فيها تقلق كبير من محمد الشناوي يمكن محمد الشناوي دايما في كل تمرين وكل مباراة بيقعد يشجع اللاعبين بيقعد يحسطهم على أهمية التدريب وأهمية طبعا أي مباراة بيقعد دايما يشجعهم في كل لعبة كمان شوفنا تقلق رمي ربيعة محمد هاني سعد سمير ومحمود متولي بصراحة كل لعبين نهاردة كانوا بيقدموا أداء أكثر وأقوى من المتوقع إن شاء الله بنتمنى كل التوفيق لفريق النادي الأهلي في المباراة القادمة أمام سيمبا التنزيني وفي جميع المباراة القادمة ففي أي استفسارات أو أسئلة أنا معاك محمد زميل العزيز مينة ماهر مراسل قناة النادي الأن أشكرك شكرا جزيلا كل هذه المعلومات والإضاحات وقال تفاصيل مهمة مينة أتكلم في تفاصيل مهمة جدا في مسألة حراسة المرمى ماشيلي أنكن قال له كل الاحتمارات ورد أهم حاجة أن الحمد لله الحراس التلاتة جهزين ويدار يلعبوا في نفس الفكرة أن النهار دا التمرين كان بطول الملعب فبالتالي أنت بتشوف مساحة الأكتر من اللاعب ممكن يكون جاهز بالنسبة للمباراة اللي جاية مينة في ختم كلامه قال جملة مهمة جدا محمود متولي يعني بدأ يشارك في التأسيمة الجمعية بإذن الله إن شاء الله يكون خلال فترة رايبة يقدر يكون جاهز للمباراة الرسمية لأنه بالتأكيد الفترة الجاية هم محتاجين كل اللاعبة طبعا للأسف يمكن لغاية نهاية هذا الشهر ممكن علي معلول ما يكونش موجود في المباراة لكن بعد كده بإذن الله من شهر خمسة مع مباراة دوري الثمانية في بطولة أفاقية علي معلول هيكون في صفوف النادي الآهل في تفاصيل كثيرة وفي معلومات مهمة جدا بالنسبة للفترة اللي جاية لكن أخرج لفاصل وبعد الفاصل نبدأ نتكلم مع بعض في المحتوى الموجود عبر السوشيال ميديا من خلال تريند الآهل أهلا بحضراتكم من جديد وفقر التريند الآهل بحبيتش أتكلم فيها فقر التريند التريند لكن نعرضها مع بعض من خلال السوشيال ميديا وإيه اللي تكتب خلال الساعات الأخيرة في السوشيال ميديا نبدأ مع بعض أول حاجة من الحساب الرسمي للوطن سبورت على تويتر كتبوا خمس تغييرات في تشكيل الأهلي أمام سيمبا من وجهة نظرهم شايفين أن بيتسو موسيماني المدير الفني لجنوب إفريق للنادي الأهلي قد يسعى لمرح الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة الماضية عشان يتم الدفع بيهم في مباراة سيمبا التنزاني أبرز اللاعبين أكرم توفيق ناصر ماهر والتربولية لو ما بيشاركش بشكل أساسي وأيضا كمان صلاح محسن ده هيبان خلال الـ 48 ساعة القادمة وده هيبان من وجهة نظر بيتسو موسيماني هو محتاج إيه من المباراة؟ هل محتاج يريح الأساسيين ويدفع بعناصر أخرى عشان يكون الكل فيها تامل جاهزية؟ ولا محتاج يدفع بالتشكيلة الأساسية عشان يعمل نتيجة كبيرة أمام سيمبا التنزاني؟ يعني يرضي بيها غرور جمهور النادي الأهل وطموح النادي الأهل وجمهوره بالنسبة للمرحلة الجاية أنه هو فاز على سيمبا التنزاني زي ما كان بيفوز عليه قبل كده بنتائج كبيرة سواء بـ 3-0 أو 5-0 فده هيبان في مباراة سيمبا في النهاية هو الأهل تأهل والقرع يوم 30 إبريل ولسه المباراة في منتصف في مايو لكن أكيد هيكون لك استراتيجية في هذه المباراة سواء إراحة الأساسيين والدفع بالبودلاء أو التفكير في فكرة أن أنا بطل إفريقيا حامل اللقب حتى لو سيمبا المتصدر أنا الأهلي أعضر أكسب سيمبا في القاهرة زي ما حصل قبل كده بـ 3 أهداف أو بـ 5 أهداف مقابل لاشي ده هيظهر خلال الفترة اللي جاي على تويتر كتبوا خمسة برضو بس المرة دي مش خمسة في التشكيلة لا خمس أمور يسعى الأهل لتحقيقها في مباراته ضد سيمبا التنزلي أول حاجة السقر سيكون الجهاز الفني الأهلي مطالبا بالسقر بين هزمته أمام سيمبا في دار السلام بهدف دون رد وده قلته في الخبر الماضي استراتيجية بيتسو في هذه المباراة عايز يثبت أنه هو بطل إفريقيا يقدر يكسر حتى لو سيمبا متصدر في ظروفه ما أقدر أكسبها بتلاتة وبخمسة وبنتيجة كبيرة ولا لا كمان مصالحة الجماهير بعد الأداء الذي لم يكن على ما يرام في مباراة المريخ السوداني أصالح الجمهور بنتيجة كبيرة أمام سيمبا التنزلي جرس انذار وهنا بقى جرس انذار لكل الفرق الإفريقية أنا بطل إفريقي حامل اللقب حتى لو سيمبا متصدر أقدر أفوز عليه بنتيجة كبيرة وعريضة عشان يبقى فيه جرس انذار لكل الفرق اللي ممكن تواجهن في دور التمانية ولا ننسى ان بيتسو موسيمي قال جملة مهمة جدا في المؤتمر الصحفي عاقب مباراة المريخ السوداني قال الأهل صعد كتاني المجموعة لكن كل الفرق اللي تصدرت المجموعة هيبقى عندها ألأ إنها قد تصطدم بالأهل في دور التمانية هنشوف ده بالنسبة للفترة اللي جاية وإن نتائج اللي ممكن تخرج بها مباراة الجولة الختمية فيه فرق حالية المتصدرة زي الوداد وزي التراجي هل ممكن يطلعوا تواني مجموعة بعد ختام الجولة الستة ده هيبقى لأن سانداونز خلاص حسن موقعه في المركز الأول في المجموعة الثانية آخر أرابح حاجة استعدادة لمباراة القمة طبعا المباراة القمة يوم 18 إبريل لسه في مباراة قبلها مباراة النصر في الكاس لكن طبعا أنا شايف إن ما فيش يعني أوجه تشابه ما بين مباراة سيمبا ومباراة الزمالك حتى من الساحة الزمانية ما بين المباراةين بنتكلم في حوالي 12 يوم فلو عايز تريح 12 يوم كافيل حتى ممكن تريح في مباراة الكاس تجربة عناصر جديدة ممكن تكون وردة جدا أنت عايز تدفع بأقرم توفيق ما بيشاركش إلا على فترات ناصر ماهر محتاج تشوفه بعد العودة من الإصابة الخبر اللي جاي أو المحتوى اللي جاي بالنسبة لصفحة يلا كورة الصفحة الرسمية على الفيسبوك قالوا إن مصدر بالأهل اليلا كورة علم علول خضع لأشعة وأثبتت صعوبة لحاقه بمباراة الزمالك في الدوري المصر طيب أنا في جزئية علم علول عايز أقول جملة مهمة جدا أو نقطة مهمة جدا علم علول لما كان مصاب وعمل تدريبات تأهلية وكامل المفترض يعود في الفترة السابقة وإحتاج تدريبات تأهلية وسافر استكمل برنامج التأهيل مع المنتخب التونسي كان محدد حتى حسب تصرحات طبيب منتخب تونس قال علم علول هيكون جاهز للمشاركة في المباريات مش قبل يوم 16 إبريل فبالتالي حتى لو مباراة القمة يوم 18 إبريل من البداية الناس كلها عارف أن علم علول مش هلحب بمباراة الزمالك ممكن مثل هذه الأخبار تخلي الناس على السوشيال ميديا تاخدوا الخبر وتنسى تصرحات طبيب المنتخب التونسي اللي قالها أيام الأجندة الدولية للمنتخبات يقول لك هو الإصابة تجددت هي إصابة عالي إزاي تقعد الفترة دي كلها في معدل زمني وفي فترة زمنية وفي نقطة مهمة متعلقة بإصابة العدلات في عدلات للعيبة ممكن تاخد فترة ليلة وفي عدلات ممكن تاخد فترة أطول هي في النهاية علي معلول للأسف إصابته جاية في توقيت مهم جدا وتوقيت حساس لكن طبعا بإذن الله إن شاء الله يعود سالما خلال الفترة الجاية ويكون جاهز ابتداء من مباريات دور المجموعات في شهر مايو القادم ممكن ما يلحاش مباراة الزمالك لكن لسه المشوار طويل لسه مباراة الزمالك التانية بعدها بشهر حتى بشهر خمسة لسه مباراة دور التمانية قبل النهائي لسه المشوار طويل وإن شاء الله علي معلولها هيكون جاهز بالنسبة للمرحلة الجاية لكن هي فكرة لنا بستحدث أخبار اتقالت من فترة عشان يبقى فيه رواج للأخبار والفيوهات والمشاركات بالنسبة لأي أخبار بتكتب عبر السوشيال ميديا طيب المصر الرياضي برضو عنوان هو كسيغة صحفية يعني بياخد نسبة إراية عالية صدمة في الأهلي طبيب حمد فتحي يعلن مدة غياب اللاعب عن الملعب طيب هو التصريح لدكتور أشرف محرم الطبيب المعالج أو اللي أجرى الجراحة ليه حمد فتحي كابتن سيد عبد الحفيز كان قال الإصابة بالتأهيل بالعودة لن تزيد عن 6 أسابيع ده من خلال الخبر اللي عموقع الرسم دكتور أشرف محرم النهاردة كان ليه تصريحات بيتكلم على من 8 أسابيع لعشر أسابيع هي الفكرة في الأخبار اللي زي دي ممكن الناس بتشوف المدة ممكن تكون مدة طويلة لكن هو بيتكلم على إجراء احترازي خبر الأهلي قالك 6 أسابيع الخبر الاحترازي من خلال الطبيب المعالج اللي أجرى الجراحة اتكلم من 8 لعشر أسابيع بإذن الله ان شاء الله بعد شهر ونص هيكون حمد فتحي جاهز للمشاركة في المباريات وأنا مثل هذه الأخبار باخد الخبر الرسمي من مزير القرى أو طبيب فريق النادي الآلي في مثل هذه الموضوعات لكن إن شاء الله حمد فتحي هيكون جاهز في فترة قريبة جدا للعودة للمباراة طيب الأهرام كتب أو الحساب الرسمي على تويتر الأهلي يرفض تعديل عقد أفش طيب مصدر بالنادي الآلي قال إنما يتردد حول تعديل عقد أفش أمر غير صحيح على الإطلاق وإن الآلي يفكر في تعديل عقد اللاعب في جزئية تعاقدات اللاعبين وتجديد عدد من اللاعبين وكان في فترة كله بيتكلم عن تجديد عقد السلية وعلي معلول والنهاردة بيظهر اسم جديد معنا محمد مجد أفش الأهلي عارف إمتى التوقيت المناسب اللي يحدد فيه احتياجاته وإمتى يجدد عود اللاعبة وإمتى يقعد مع اللاعبة لتجديد العود والأمر ده مش هيكون مطروح للإعلام فجأة هتلاقي باير رسم نزل الأهلي يجدد عقد سين صادعين لكن ما يطرح في الإعلام غير صحيح لا صفقات ولا تعاقدات ولا تجديد ولا ترديات هي صنع خبر في الإعلام لكن على عرض الواقع غير صحيح ولم تجرأ أي اجتماعات في هذا الشأن منعاً بداً وده خبر أنا بأكده مثل هذه الأخبار هي غير صحيحة مجد أفشل لم يتحدث الألف مسألة ترديدة ولا تجديد هي مسألة أخبار ممكن بتتألف الإعلام عشان تعمل متابعة وأهمية في الظلد ممكن تقول الأخبار الفترة الحالية أخبار قليلة جداً لازم أقول لكم الصفقات والتعاقدات والتجديدات مفيش فيها أي كلام خالص الفترة الحالية آخر حاجة معي الحساب الرسمي للنادي الأهلي على تويتر نشر صورة لمحمد مجدي أفشة طبعاً نجمي النادي الأهلي وبالمناسبة عايز أقول لكم لحاجة محمد مجدي أفشة أكتر لاعب في دوري المجموعات في دوري أبطال إفريقيا صنع فرص اتناشر فرصة في كل المباراة هو أكتر لاعب عمل أسست في المباراة الإفريقية الخمسة اللي قيمت الفترة الماضية من ضمنهم كمان هدفين احرز بيهم النادي الأهلي أهداف في الفترة السابقة لكن طرحوا سؤال صورة أفشة وكتبوا إذا كانت الإجابة أفشة فما هو السؤال في إشارة طبعاً لهدفه في نهاية دوري أبطال إفريقيا القضية ممكن كل التوفيق رب ينادي الأهلي الفترة القادمة وننسى ما فات والقضية ممكن ويركز في الفترة القادمة إن شاء الله تكون بداية موفقة في مباراة سنبا إن شاء الله تكون مباراة دور المجموعات أو دوري التمانية الفترة الجاي للأهلي إن شاء الله يتخط هذه المراحل الصعبة والمراحل الحاسمة سواء الدوري المحلي أو دوري أبطال إفريق أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع لأن عندنا نقطة مهمين جدا في الترند المحلي عايز أتكلم عليهم متعلقين بموعد وحكام مباراة القمة أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند المحلي ترند المحلي النهاردة عندنا فيه تفاصيل مهمة جدا لأنها متعلقة بأمور الناس بتتكلم فيها من مبارح أول حاجة معي الحساب الوطن سبورت على تويتر كتبوا اتحاد الكرة يستقر على تأجيل مباراة القمة بين الأهل والزمالك طبعا الأمر متعلق هنا أن التأجيل ده قد يحدث في حال رفض مسؤولي القطبين استخدام طاقم تحكيم مصري لإدارة هذه المباراة عندي تفاصيل لكن هشوف الخبر اللي بعديه لأن احنا برضو لسه هنا مع الوطن سبورت عاجل مصدر بالأهل عن تأجيل لقاء القمة نلتزم بقرار اتحاد القرى وأن فيما معناه الأهل لا يعترض على قرار اتحاد القرى حال إصدار قراره رسميا بتأجيل القمة لكن حتى هذه اللحظة لم يبلغنا أحد بتأجيل القمة طيب هذه الجزائية أنا عايز أقول كلام مهم جدا ومعلومات من إمبارع بحاول أعرف التفاصيل وأعرف إيه اللي بيحصل في هذا الموضوع أولا النادي الأهلي حتى هذه اللحظة طالما لم يصدر بيان رسمي بخصوص مباراة القمة بين الأهل والزمالك يبقى كل هذه أقويل واجتهدات غير صحيحة النادي الأهلي لم يتحدث في مسألة فكرة أن يكون في حقم مصري ولا أجنبي والنادي الأهلي حتى هذه اللحظة لم يتحدث بشكل رسمي عن فكرة أن المباراة ممكن تؤجل ولا لا تؤجل كل هذه اجتهدات من الزملاء الصحفي لكن المعلومة بقى اللي أنا حاولت أتواصل فيها سواء مع لجنة الحكام أو مع أعضاء اللجنة السلسية ابتداء من النهاردة هيبدأ مخطبة الابتحادات الأوروبية لإستخدام طاقم تحكيم أجنبي ابتداء من اليوم والمباراة يوم 18 إبريل بلونة الاختبار اللي طلعت بالأمس بفكرة أن استخدام طاقم تحكيم مصري كان بيتم فيها استطلاع الرأي أو بيشوف ردود الأفعال لكن فكرة أن يكون في حكم مصري لا هي موجودة وبقوة داخل اللجنة السلسية الناس تقول لي ممكن النسبة تبقى كام لكام محدش يتخض لو قلتلكوا فكرة أن اللجنة السلسية تجيب حكم مصري يدير هذه المباراة قد تتخطى نسبة 70-80% الناس تقول لي معقولة ده الزايدة هو على طول مباراة القمة حكم أجنبي لا اللي أنا اتفاجأت به مبارح أن الاتجاه بالفعل لأكتر من 70% أن يكون حكم مصري الأمر هنا مرتبط بحاجتين الفكرة مش إجراءات كورونا فقط لا ده في وجهة نظر كمان بتقول فنية وجهة نظر فنية ليه لا ما يكونش حكم مصري محمد الحنفي أدار مباراة القمة قريب من حكم مصري كان بيدير هذه المباراة والسوبر المصري أداره محمد فاروق من حوالي 5-6 سنين يعني فكرة الحكم مصري بيتيجي وبتروح كل فين وفين تب ليه ما نجيبش حكم مصري الحاجة الثانية إجراءات كورونا أنت عشان تجيب حكم من أوروبا لفترة الحالية وهنا في نقطة برضو عايز أقولها بس بعد ما خلص الجزئية دي هتبقى مرتبط بالإجراءات الاحترازية أنت لازم تجيب الحكم قبل معادي المباراة مدة معينة عشان الإجراءات الاحترازية والحكم لما يرجع بلده أكيد هيخضع للحجر الصحي وممكن ما يكونش عنده مباريات بسبب خدوة للحجر الصحي وده الأمر هيكون متعلق لو جبت حكم من إيطاليا من إنجلترا من أسبانيا من ألمانيا لأن أنت بتخاطب بالتأكيد أكبر الاتحادات الأوروبية لاستخدام طاقم تحكيم أجنبي الجزئية المتعلقة ليه أنا هنا بفكر في حكام من أوروبا في الأماكن دي مش في أماكن قريبة مني يعني مثلا مش في منطقة القليج أو حكم ممكن يكون إفريخي لأن لما جون فتح قصة الحكم الأجنبي لجنة الحكام كانت لها وجهة نظر أو شايفة إنها مش عايزة تقرر حكم أجنبي قدار مباراة سابقة ما بين الأهل والزمالك ولا عايزة تجيب حكم أجنبي اشتغل في المنطقة العربية ولا عايزة تجيب حكم أجنبي اشتغل في الدور السعودي بالإضافة لده مش عايزة تجيب حكم من حكام النخبة في إفريقيا لأنه بالتأكيد الناس كلها عارفا فبتفكر إنها يم تجيب حكم أجنبي ما اشتغلش وما حكمش مباراة قمة قبل كده لكن في نفس الوقت لو الأمور صعبة بالنسبة لها لا يا شايفة إن الحكم المصري فنياً ممكن يكون أفضل وشايفة إن الظروف ملأمة من وجهة نظرهم إن الحكم المصري ممكن يكون أفضل النسبة زي ما قلتها لكم في الفترة الحالية نسبة القياس إن الحكم المصري يدير مباراة القمة داخل اللجنة السلسية ولجنة الحكام بتزيد أسهمه بنسبة 70-80% أكتر من الحكم الأجنبي هيتم المخاطبة الاتحادات الأوروبية وخلال الـ 72 ساعة القادمة إذا ما كانش فيه ردود أو فيه صعوبات مش عارف وقتها القرارة هيبقى إيه لأن ابتدأ يطرح كمان فكرة إن لو ما فيش حكام أجانب والأندية بترفض حكام مصريين إنه ممكن مباراة القمة تؤجل وهنا بقى أنا عايز أطرح جزئية مهمة جداً على اللجنة السلسية فكرة إنك تأجل أي مباراة خلال الفترة اللي جاية أنت هنا بتضرب الجدول الدوري في مقتل بمعنى إنك الفترة الجاية مقبر وكنت تكلمت في القصة دي خلال يومين اللي فاته مقبر على إنك لازم تخلص الدوري قبل 30-8 مش 30-9 لأن الاتحاد الإفريق والناس أعلنت الأجندة إن الدوري أبطال إفريقيا سينطلق يوم عشر تسعة معنى إن الدوري يبدأ عشر تسعة دور أبطال إفريقيا يعني القدع يكون في تمانية فأنت لا تعرف تجيب صفقات ولا تعرف تعير أو تبعي لعبين ولا تعرف تعمل قايمة جديدة وعتضر تلعب بالقايمة القديمة اللي أنت أصلا مش هتعرف تأييدها لأن الدوري المحالي لسه عندك شغال ففكرة التأجيل اعتبار فيها صعوبة فكرة الحكام الأجانب أنا كنت أتمنى إن اللجنة بمأن المباراة متحدد لها 18 إبريل تشتغل قبلها بشهر مش تشتغل من دلوقتي عشان تخاطب الاتحادات الأوروبية الجزائية الثالثة الحكم المصري الظروف وجو المباراة والثلاث نقاط وأهميتها أعتقد لو المباراة في اختم الدوري والمباراة تحصل حاصل قد تكون أفضل ممكن يكون حاكم مصر لأمور كثيرة جدا لكن في التوقيت الحالي لو عايز تكمل الدوري بشكل منتظم وما يكونش فيه أزمات ومشاكل حتى لو فيه فار لأن حتى في ظل وجود الفار فيه أزمات بتحصل لأن الفار في التنفيذ وفي وجود الكاميرات وفي وجود الإخراج فيه أزمة وفيه مشاكل بتحصل كتير لكن بالتالي الأفضل يكون حاكم أجنبي ويكون حاكم من حكام الصفة وتقدر تأمل ده لما تطلب حكم بالإسم وتوفر الإجراءات الاحترازية بشكل قوي جدا لإدارة هذه المباراة مباراة القمة ما بين الزمالك والأهلي يوم 18 إبريل على أستاذ القاهرة الدولي دي التفاصيل اللي خلال 48 ساعة أو خلال 24 ساعة عرفت أقدر أوصل لبعض المعلومات وأن النسب بالنسبة للحكم الأجنبي أو الحكم المصري في رايحة في أي اتجاه خلال الساعات اللي جاية طيب هنكمل مع بعض باقي الجزء المتعلق به الترند المحلي وهنا أمر متعلق به التصنيف الحساب الرسمي في الجول على تويتر نشر منتخب مصر يتقدم ثلاث مراكز في تصنيف فيفا لشهر إبريل ويحتل المركز الـ 46 عالميا والسادس إفريقيا طبعا ده تصنيف الاتحاد الدولي في كل شهر بيعلن التصنيف الشهري بالنسبة لكل المنتخبات الأكبر عشر منتخبات أو أول عشر منتخبات في التصنيف الإفريقي السنغيال مركز أول تونس الثاني ناجيريا الثالث الجزائر المغرب مصر سادس غانا السابع الكاميرون الثامن مالي التاسع كوديفور العشر ده التصنيف بالنسبة لي أول عشر دول إفريقية في الفترة الحالية وأنا بغت مزيج جزئية أتمنى الفترة الجاية تكون نتائج المنتخب جيدة لأن المنتخب المصري محتاج يكون في الخمس مراكز الأولى في التصنيف الدولي عشان تصفيات كس العالم لما تخلص الجولة الستة وتلعب في البلاي أوف أو جولة المباراة الفاصلة للتأهل لكس العالم عشرين اتنين وعشرين تكون موجود مصنف أول مع الخمس منتخبات واللي هتلعب مع الخمس منتخبات الأقل تصنيفا ممكن تلعب مباراة أسهل شوية من أي مباراة صعبة ممكن تصدم فيها مع الجزائر أو السنغيال أو تونس فبالتالي مهم جدا تعمل نتائج إيجابية في دوري المجموعات في تصفيات كس العالم وفي الأجندة القادمة حتى لمباراة ودية في الأجندة الرسمية أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل مكملين بحضراتكم باقي فقرات برنامج التريند أنا بحضراتكم من جديد طيب طبعا كلنا مقبلين على مباراة ختمية في دوري المجموعات لدور أبطال إفريقيا مباراة الأهل وسنبا التنزاني هذه المباراة التي من المقرر أن تقام على استاد الأهل والسلام بعد مباراتين خلال الفترة الأخيرة سواء مباراة المريخ السوداني أو فيتاكلاب أقيمة على استاد القاهرة الدولي شركة السادات الوطنية لإدارة المنشآت الرياضية أعلنت عن الشكل الجديد لاستاد الأهل والسلام وذلك قبل استضافة مباراة الفريق المقبلة أمام سنبا التنزاني والمقرر إقامتها الجمعة المقبل في ختام مرحلة دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وظهر الملعب بشكله الجديد بعد أقل من عام على تسلمه من شركة استادات الوطنية التي تتولى ملف الوحدة الاقتصادية للنادي الأهلي يحمل الشكل الجديد العديد من الرسائل المعبرة عن قيمة القلعة الحمراء الكبيرة في مصر وقرة إفريقيا بجانب أشهر العبارات المستوحى من جماهيره العريضة ويتضمن التعديل الجديد في شكل استاد الأهلي ممرات خاصة بذكريات النادي الكبيرة سواء محليا أو قريا أو عالميا لتخليد تلك اللحظات الرائعة في الوقت الذي تستمر في أعمال إنشاءات مقصورة الفي آي بي المطلة على الملعب بجوار مدرجات الدرجة الثانية المواجهة للمقصورة الرئيسية والتي ستكون متاحة أمام ضيوف نادي القرن عقب الخروج من أزمة كورونا وفتح الملعب لاستقبال الجماهير من جانبه أكد العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة استادات الوطنية أن الشركة تواصل العمل على مشروعات الوحدة الاقتصادية للنادي الأهلي الساعية لتأكيد ريادة النادي العريك ووضعه على سلم العالمية في كافة الجوانب وليس رياضيا فقط وأضاف العميد مرجان أن شركة استادات نجحت حتى الآن في قطع شوت كبير في تنفيذ مشروعات الوحدة الاقتصادية بعد تسليم الاستاد وتطوير قناة الأهلي وافتتاح أهل الأكسر كأول روافد النادي في جنوب الصعيد مشيرا إلى أن العمل لن يتوقف طوال فترة شراكة الشركة مع النادي لتقديم أفضل الخدمات للنادي وجماهيره بمعايير عالمية استاد الأهلي والسلام تحفة معمارية رائعة زي ما أنتم شايفين في الصور إن شاء الله هنشوف هذا الشكل كمان صوت وصورة في مباراة الأهلي وسبا التنزاني وبإذن الله بعد انتهاء أزمة تاكورونا وجائحة تاكورونا هيكون فيه شكل مختلف في حضور الجماهير وتخليط كمان الزكريات وتاريخ النادي الأهلي في الممر الرئيسي الموجه لغرف خلع الملابس وأمور كثيرة جدا خلال الفترة القادمة بإذن الله هتتبقوها من خلال عمل شركة استادات الوطنية لإدارة المنشآت الرياضية خبر أخير قبل مختم وللأسف يمكن خبر محزن لسا ما عندش كل تفاصيله إصابة والتر بوالية المهاجم الكنهولي في مران الأهلي الإصابة حتى الآن التشخيص المبدئي كدمة في وجه القدم خلال التأسيم الرئيسي اللي أقيمت اليوم على ملعب مختار التش بالجزيرة خلال الفترة القادمة أو خلال الـ 24 الساعة اللي جاية يتحدد البرنامج التأهيلي ومدة علاج اللاعب نتمنى يا ربي بإذن الله ما تكونش فيها مدة طويلة وتكون إصابة بسيطة حتى لو مباراة سينبا مش عالحها لسا عندنا مباريات واستحققات قادمة خلال الفترة اللي جاية يلحق فيها والتر بوالية المشاركة فيها مع النادي قال لكل لعب داخل صوف الفريق محتاجينه الفترة اللي جاية لنرسى المشوار المحل والإفريقي مخلص والمشوار اللي جاي أهم وأقوى بالنسبة للقلعة الحمراء في النهاية أو في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حص المتابعة والمشاهدة وبإذن الله نلتقي على خير في حلقات أخرى قادمة من برنامج الترينش شكرا وإلى اللقاء